اوتو فوكوس في سيارة جديدة مع راس موتوركو ووكالي شانغان باللبنان معنا البرند والتسايز منجر باللبنان من السرال في حيضا هاي هيفا نيوباني سيارة كثير حلوة بالشكلة كثير هيك بتحسها خرج العجاءات السير وصفات الشوارع الضيئة وبيروت وصفات الشوارع وصفات الشوارع وصفات الشوارع وصفات الشوارع وصفات الشوارع ليس موجودين بسيارات بغير حجم مازبوط مازبوط ولكن بداية عن فكرة صغيرة نعود لك عن شانغان قبل أن نتحدث عن هذه السيارة بالنسبة لشانغان اليوم جورج هي شركة سيارات سينية تملكها الدولة تأسست سنة 1862 واختصاصها كانت سيارات العسكري و سيارات الدفع الرباعي تصنع سيارات سوزوكي فورد مازدا وكوجو سيتروان وتضع كل التكنولوجيا اليابانية والأمريكية والأوروبية بسياراتها ومنهم البانية أكيد عم نحكي عن بارتنرشيب إلى من سنة 1993 على الأسامي الكبيرة وبعدها عن جوينغ هلا أنه هلا قدي فيه سئة في لبنان اليوم وكيل السيارة هو راسمو توركو ممبر أفراسامني جروب قدرنا ناخد حوالي 70% من الماركت شارت على سوق السيارات السينية بدون ما يكون عندنا البانية اللي هي أي سيارات اليوم كلنا نعرف أن هذا السيارات هو أكثر سيارات يقدر يفضلك بالسوق اليوم نحنا وأخيرا نوصة البانية ومتوقعين اليوم حتى الصورة تتغير بعض أكثر بكثير ساعتكم منافسة كبيرة بهذا السيارات بالسوق اللبناني يعني؟ مضبوط ولكن الآن سنعرف لماذا اليوم؟ نعم نحنا تمتاز اليوم نوباني بشي تتميز مضبوط عن غيرها بهذا السيارات من ناحية الأمان خاصة وبقوة الأشياء وشكل لك الحال كثير أتركتيف على الطريق كامباكت وفيها أهم شيء كثير مهم نوافة على شوانب عريضة من ناحية الأمامية اليوم الترم اللي عم نشوفها هي الامتري لفل بالايم تي اليوم عم نحكي اليوم البانية بتقلع من هون هذه السيارة طبعاً، لدينا أكيد بمبرز من لون السيارة مسكية الأبواب من لون السيارة مع ملائات حتى المريات بيجيون من لون السيارة لدينا جنوطة جميلة كمان جميلة 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 امتريت 15 إس 15 إس لهم كمان لناحية الحديث عن الكمبيتشن نلاقي غير سيارات دوليبة 13 إس و14 إس و13 إس من دوليبة صغيرة، ما تقدر يكون حده توني دولوت مثل الملازم نحن لدينا 15 إنش نحن نرى الشيجنة في الفندر على الرفرف الأمامي لن نقول بحرك هذه السيارة جميعا من ضمن مصابيح أمامية كبيرة وشبارة مع لوجو شانجان وهى الديزاين العصري والشبارة أي في الممبر الأمامي نحن نرى أبرز المئتصين بداخل النيوباني الموجودة اليوم سوف ننتقل لداخل نيوباني سوف نبدأ جداً من المخصورة الخلفية فعلاً سنرغب أنه سيارة كامباكت بس من جوه هم نشوف إلي عنها دروم لجروم ممتازين در المقاعد الخلفية ودر المقاعد الخلفية مدروسة كتير السيارة حتى الكوفر ورا كمان عنده كباستي كبيرة والسيتس الخلفية هن فولد بالإزعاز نحمل شي كبير بالسيارة الإنتيجر مثل ما هم نشوف هو لونين رياضي أحمر وأصود بفرش الأبواب بالداشبورد بالتابلو وحتى المقاعد اليوم هي من بيميوم فابريك مع رجل سيتشينج وفيها خيط أبيض وخيط أحمر ستعطينا هذا السبورتي فيني الترامل اللي عم نشوفها اليوم اللي هي الانتري لفل بيجي فيها أربعة زيز كهرباء ومريات كهرباء أكيد فولان سبور ثري سبوكس مع بدل شوصت بالسيتينج عم نشوف هال مسكة الفيتاسية اللي هي أشبه بالجويستيك اليوم الالكتريك ريديو مع يو اس بي كمان بيجي ستاندرد اكوبمنت بيجي فيها ألارم أكيد للسيارة ومتل عم نشوف كمان حتى الكروماش بيكمل بقلب الداشبورد مع البوايب بكل أنحاء السيارة والشاندو فيزيون زيز جداً واسع جداً عريض لا يعطينا عيدة الإحساس بالارتياح نحن عم نسوه لكن داخل رغم أنه انتري لفل عندنا عمشان كتير مهمة موجودة بالسيارة نحن نتحدث عن صورة والزيز جداً لشانغان نيوباني موصلين مع رالف عن نيوباني من شانغان الرواية السيارة نعرف هو نشيطة كثير مضبوط اليوم نتحدث عن ١٤ ليلة محرك ياباني بيولد ١٠ حصان موصل على علبة تروس من خمس سرعات اليوم هذا شيء مهم جداً خاصة سيارة صغيرة ومطار مرتاح كل ما صارت مصروف البنزين أحسن اليوم نحن جربنا هذه السيارة مصروف البنزين فيها بفوق 300 كم بالتنكي نحن نقول مصروف البنزين جداً رائع عبدوا بتنسى صحيح مصروف البنزين على السيارة هنا دو ايرباد اي بي اس و اي بي دي و بريك اسهست من بوش أكيد فايف ستارز على الكراش تست تأخذ السيارة من سايد كوليجون فرونت ورير كوليجون وحتى لا سمح الله إذا عملت رول أوفر سيارة هي محمية ومجسرة السيارة هي ماكفرسون عندما أريد أن أتحدث عن مصروف أهمني أتحدث عن العزل بالسيارة اليوم كثير من عاني بسيارات صغيرة أو باللو بجت كارز أنه ما منكون معزونين يفوت كثيراً في قلب السيارة أو منسمع مثل صوت جرشي والسيارة لا تكون نعمة اليوم أدعيكم تسوقوا هذه السيارة وتجربوها تشوفوا قد مضموصة نعمية على الطريق بسبب السيارة وال placement VINC هناك السيارة قويية فرنف ما في اليوم أيضا سيارة تستطيع أنrdراه أو غير إضافة ما مضموصة إذا أدعي يتأكد ال�KS الموحدة السيارة مشارقة والمثال رغم وفير ويجميع أراك جيد جيد رالف أريد أن نرى معك ماهو الـ Starting price اليوم لـ New Bunny بالسوق اللبناني بعد جولة الشاملة على السيارة مع رالف أريد أن نعرف الـ Starting price السيارة ستجد نسبة مبيعات كثير عالية مضبوط، نحن كم تأمنين بهذا السيارة خاصة أننا جربنا السيارة و نحن استوردنا هذا الموديل يعني اليوم نحن وصل الموديل لعنا لكننا دائما نستورد الموديل قبل و نجربه على طرقات الألوان في كل الألوان؟ موجودة بكل الألوان الـ Active مثل الموجودة معنا IMT 5 Speed هي زيتة مثل العربية الموجودة معنا معجنوطة 2 airbags الـ Same car 10,999 بما يشمل TVA والتشجيل وكفايلة 150 ألف كيلومات خدمة طوارئ 24 على 24 جراجنا قال على كيفة الأراضي اللبنانية هي زيتة موجودة بـ manual transmission أو stick shift بـ 9,999 واللي عباله اليوم يروح شوي لقجيري أكثر بيقدر يخدع مع شاشة وكاميرا خلفية وفوغ لايتس وارم ريست وبعض مواصفات الطرف الزيادة بـ 12,200 دولار مسجل يخصك كمان بس اليوم عن جد الـ competition بهذه السيجمت التي تقلتها كثير قوية بس نحن قدوا قدود السيارة بس نحن جربوا السيارة و سوقوها و ستلاحظوا الفرق بينه بين أي سيارة تانية بهذه السيجمت رالف شكراً على وجودك معنا نشوفك دائماً بحلقة مقبلة بكرة تابعونا بحلقة جديدة و سيارة جديدة دائماً على امتهيم و شاهدنا إلى اللقاء موسيقى 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 حابب تشتري السيارة جديدة من لبنان للسعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تخص على أفضل سعر أو تفايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على ويلر الزاتين بيه ورنا بأجدد العروضات من بيئة الوكلة ونتسهل عليك بعض أكتر هلأ صار فيك تبع طلبك فوراً أونلاين بلا تصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب زوءك وإمكانياتك موسيقى